السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيبي عاملين ايه? فيديو نهاردة زي ما هو باين من العنوان كده اللي انا جبتها لعمر ابني وهو رايح المدرسة او الحضانة انا عمر ان شاء الله سنازل هيدخل آآ ولزلك كل الحاجات اللي جبناها آآ جديدة معادة اللانش بوكس لانه آآ كان لسه جديد يعني آآ ما تكملش به كم شهر وبعد كده قعد من الحضانة الصنة اللي فاتت فما حبيتش ان انا اشتري واحد جديد قلت يعني آآ مالوش لازمة كفاية الحاجات اللي هم طلبينها عنده في المدرسة. آآ في حاجات زيادة انا جايبها له للبيت هقول لكم برضو عليها. حاب بالوقتي طبعا كل المدارس بتطلب الكحول والجيل للاطفال. وهم طلبين ان كل حاجة آآ يبقى عليها ليبل كده باسم الطفل والكلاس بتاعه. آآ فكل حاجة انا جبت الليبل دي برضو هورها لكم. آآ انا جبتها من فين. فجبت علبة الجيل دي. وعلبة الكحول. آآ علشان يخليهم دايما معاه في الشنطة بتاعه. آآ برضو كل المدارس بتطلب الوايبس والتيشور او المناديل دي. آآ علشان تبقى دايما متاحة عندهم سواء في الكلاس او في الحمام. آآ لازم كل طفل بيجيب آآ الاتنين دولة حتى هو ويعني في الحضانة السنة اللي فاتت. آآ كنت باودي برضو الحاجات دي كل شهر. آآ نيجي بقى الاهم حاجة اللي انا فرحانة بيها قوي الشنطة. عمر كان معاه شنطة آآ صغنونة. ما كانش معاه شنطة كبيرة كده. آآ فالسنة دي اول سنة في المدرسة فحبيت ان انا آآ افرحه. جبت له الشنطة دي. الشنطة دي من المحل اسمه موجود آآ في سينزو مول. آآ جاب له العلاقات دي للسستة. واحدة حطها له هنا. آآ واحدة كمان حطها له هنا. الشنطة على شكل اسد وكان فيه منها على شكل زرافة وعلى شكل ضفضع. آآ على شكل بومة تقريبا او باندة مش فاكرة. بس هي كبيرة بصوا. آآ فيها سستتين من هنا كبار. وفيها سستة هنا كمان دي اصغر شوية. وفيها السستة اللي هي من قدام دي اصغر واحدة. آآ في شكلها كبير وهنا متبطنة هنا عند الظهر. وهنا كمان دي حلوة متبطنة وخامتها حلوة قوي. بصوا من جوة يعني حسيت ان هي آآ خامتها كده كويسة مش الخامات الناشفة اللي هي آآ بنجيبها وتتقطع مع الوقت. وحسيت ان هي كمان لو ده غسلت في الغستالة يعني بتاعت الهدوم آآ هتنضف بسهولة. فحبيت ان انا آآ اجيب له شنطة متينة كده بحيث ان هي تكمل معي لاخر السنة وان شاء الله بازن الله يعني يبقى السنة اللي جاية كمان. آآ فهو آآ عجبته قوي فاخترناها. جيبنا ايه كمان? هما عايزين علبة آآ علبة الوان دي الحقيقة انا ما اشتريتهاش جديد. دي كانت موجودة اصلا عنده. لانه لما قعد من الحضانة كم شهر احتاجت ان انا آآ اجيب له الوان يعني آآ يتسلى بيها في البيت. آآ فكنت بجيب له الالوان اللي هي الرفيعة العادية دي كانت دايما بتتكسر. تمام? فاخترت ان انا اجيب له الام اللي هي تخينة. بصوا السنة بتاع هعمل ازاي? سواني كده. بصوا. السنة نفسه دخين. بالمنظر ده. القلم نفسه حتى في مسكته مريح للطفل. وبرضو كل قلم هم طالبين ان يبقى عليه اللي بل اسم بتاع الطفل. فحطت له برضو عليهم. العلبة دي آآ اتناشر لون. وبتتبرى ببرية مخصوص. يعني انا كت عندي اصلا البرية دي دي للقلم الصغير. ودي للقلم الكبير. سواني. بصوا. شايفين الفرق. آآ دي بتاعت القلم الصغير ودي القلم الكبير. فدي لها برية مخصوص. آآ فدي اصلا بصراحة كانت موجودة عندي وكان ليها غطى. بس ضايع. آآ فقلت كي مش مشكلة ياخدها بس في المقلمة علشان يبري بيها بس الالوان. آآ فدي كنت جايباها من سمير وعلي. الاثناشر لون دولة كانوا بمية وعشر تقريبا. آآ آآ طمام? فدي انا جبته له بالمرة. لاني لقيت نفسي بشتري الوان كتير اللي هو آآ آآ عشرين جنيه وخمسة عشرين جنيه وتلاتين جنيه. بس فعليا ما بتعودش يعني ما بتكملش. وبلاقي السن بيتكسر على طول. وبضطر ابريه على طول. انها الالوان دي يعني هو بيستخدمها بقاله كتير جدا. لسه اصلا في حاجات ما اتبرتش. يعني فيه الوان. بصوا آآ بيستخدم السن بتاعها بقاله كتير. فالسنة اصلا يعني بيقعد كتير لغاية لما يتبره. ولما يتبره صعب انه هو آآ يتكسر لانه تخين. فمهما الطفل ضغط عليه ما بيتكسرش بسهولة زي الالوان اللي هي الرفيعة يعني اللي بتبقى بالحجم ده. آآ فدي آآ بالنسبة للالوان يعني. بس دي زي ما قلتلكوا انا ما جبتهاش. آآ كانت موجودة اصلا عندي بقالها يمكن ثلاث شهور. آآ هما مش طالبين بصراحة الوان مية. مش طالبين الالوان المائية دي. آآ بس انا عندي عمر بيحب التلوين جدا. وبيحب الالوان جدا. وبيحب الرسم. وبيحب كل حاجة متعلقة بالرسم والتلوين. فلما رحنا آآ المكتبة وشاف الالوان دي عجبته جدا. آآ فهو مش عنده الوان مية. هو دايما بيحب يلون على الاشكال اللي هي بالجبس دي. والاطفال بيلونوها. فانا آآ شابت فيها بصراحة فانا ما حبيتش زعله يعني. فجبته له. بسو الالوان شكلها حلو جدا. وآآ زهية جدا طبعا. البراند بتاع بريمو ده حلو قوي. معاها آآ فرشة صغنانة كده. طبعا هو عمر يعني اول ما رجعنا البيت على طول واستخدمها. فمدنيش فرصة يعني ان انا اصور. آآ بس دي هنخليها في البيت. يعني دي هو مش هيخدها مع المدرسة. لانهم اصلا مش طالبينها. تمام? آآ فدي انا جايبها للبيت. آآ دي كان سعرها خمسين جنيه. هما بقى طالبين ايه للالوان المية? هما طالبين المريالة البلاستيك دي اللي بتتلبس والاطفال بيلونوا آآ الوان مية. هوا كان بيستخدمها في الحضانة بس بصراحة هما كانوا جايبينها آآ على حسابهم وكانوا بيخلوها يعني عندهم للاطفال بيستخدموها لو بيلونوا بالالوان المية. آآ انما آآ في المدرسة هما آآ طالبين دي بس مش طالبين الالوان. فالعكس يعني. فدي جبتها له كل حاجات برضو من سمير وعلي. هي بتبقى آآ آآ مقسات في منها ميديم وفي منها لارج على حسب عمر الطفل. آآ فانا جبت له الميديم وفيها قستك كده هنا عند الاسورة. علشان الكم ما آآ ما يوسخش الهدوم اللي تحته. فهم طالبين دي وطالبين آآ فرشتين. واحدة صغيرة واحدة كبيرة. فانا جبت له الاتنين دولار. تمام? آآ دي برضو من آآ سمير وعلي. دي برضو من آآ سمير وعلي. آآ مش فاكرة بصراحة سعرهم كام? آآ هما طالبين ايه كمان? طالبين ده اللزق ده. هما طالبين آآ اللزق ده تحديدا بالبرند ده اللي هو مش فاهمة ليه? بس تقريبا يعني ان هو آمن على الاطفال او حاجة كده. آآ برضو موجود في سمير وعلي وسعره مش غالي. يعني الواحد بعشرة جنيه تقريبا. آآ فجبت له اتنين. آآ هما برضو طالبين دي. آآ طيب دي عبارة عن ايه? عبارة عن ست كده مع بعض. آآ فيها السلصال. البتاع اللي بتفرد السلصال دي. ومعها الاطعاط بتاعة السلصال. ودي اوالب برضو لتشكيل السلصال. فهم حتى كتبيني في الورقة كده ان هم عايزيني السد دي. فانا لما لقيتها جبتها مرة واحدة. يعني دي كده. ومعها برضو الاشكال دي اللي هم بيستخدموها في تعطيع وتشكيل السلصال وكده. طبعا ده تكنولوجيا يعني قمة الرفاهية يعني. ان احنا على ايامنا كان سلصال معفن كده. وآآ كانت ريحته كلها جاز كده بين ولا بنزين ولا بيشعر. فكانوا بيعجنوب ايه. آآ فهو ليه شنطة كده. وبردو عليه الاسم بتاعه. آآ برضو جبت ايه كمان? جبت له المقلمة دي. برضو لقيتها بتتبع كده آآآ في سامير وعلي بنفس ال آآآ كل اللي جواها ده. عبارة عن ايه? عبارة عن آآ مقلمة. فيها آآ دستتين اقلام. الاقلام الرصاص دي بتبقى حلوة قوي لقلم اللي هو على شكل آآ مسلص. بصوا بتبقى حتى المسكة بتاعته مريحة للطفل. بصوا القلم بيبقى تلات اضلع. ادي ضلع. ادي اتنين. ادي تلاتة. فهو نفسه بيبقى على شكل آآ مسلص. حتى في المسكة بتاعته كده بيبقى مريح للطفل. غير الاقلام اللي هي بتبقى كلهم ضلعة دي دي بتبقى مش مش بتبقى مريحة يعني لف مسكة الايد. فهم علشان لسه يعاني صغنانين قوي ولسه بتعلموا الكتابة. فبيبقى القلم ده مريح قوي ليهم. فالمقلمة دي فيها دستتين. دستتين من القلم دي. ادي دستة. وادي التانية. ده كله كان في المقلمة. كان فيها برضو البراية دي. برضو كتبت له عليها اسم دي اللي هي بيبقى فيها مكان. علشان ما يوقعش اللي هيطلع يعني من البراية ما يوقعش في الارض. وكان فيها البرايتين دول. يعني هي فيها التلاتة دول. وفيها آآ التلات اساتيك دول برضو. كل واحدة آآ لون. وكان فيها آآ دولة. آآ ده الجدول عشان يكتب فيه الحصص بتاعته. وآآ دي الاستقرات اللي هي آآ بتتلزق على الكتب آآ اللي بول يعني عشان يكتب فيها الاسم بتاعه والفصل وكده. فدولة كلهم كده كانوا بيتبعوا مع بعض. فطبعا انا مش هحطلو دولة في يعني هو مش هيروح المدرسة بدول في حاجات طبعا زيادة. فدولة انا مش هحطهم له. آآ ولا دولة. هما طلبين بس آآ تلات اقلام. فانا اخدت آآ تلات اقلام من الداستتين. هما. وكتبت له اسمه برضو عليهم. وطلبين آآ براية واحدة. وطلبين آآ واحدة. دولة طبعا زيادة. فمش هحطهم. هحط بس معاهم البرية دي اللي هي بتاعة الالوان. والآآ الستيكس دي اللي هم طلبينها. وهم طلبين مقص بتاع اطفال. ده مقص وراء. تمام? فآآ ده اصلا كان موجود عندي. انا عمر كان معا اتنين. آآ فما بديتش اشتري له واحد تالت. يعني قلت لأ الحاجات الموجودة عندي هنكمل بيها. فآآ ده كان موجود فهحطه له. نشتري ناشر. وبس كده آآ دي كمان خلصناها. فاضل ايه? آآ فاضل بقى الكراسات والاوراق دي. آآ هما برضو طلبين الكراسات اللي هي بتاعة الخط العربي دي. آآ طلبين اتنين. فانا آآ جبت له اتنين يعني للمدرسة. وجبت له واحدة للبيت علشان يبقى يذكر فيها معي. آآ جبت له الايه فور ده. ده آآ كراسة رسم ايه فور. هما طلبين كراسة الرسم الايه فور تحديدا. مش طلبين الكراسات الرسم اللي هي الكبيرة اللي هي العادية دي. آآ فده الوحيد اللي كان ايه فور موجود في المكتبة. طلبين برضو الورق اللي هو الملون. دي المركب بتاعته. دولة تقريبا مش عارفة كام ورقة. تقريبا تلاتين عشرين. هو مكتوب فيها ان هو فيها عشرين. وآآ الوان مختلفة. وآآ طلبين برضو الورق اللي هو بتاع الفوم ده. الورق ده بيعملوا بيه حاجات يعني بتاعة وكده. آآ فطلبين واحدة فيها الوان مختلفة دي فيها آآ عشرة. وطلبين فايل بلاستيك. الفايل ده طبعا تقريبا هو بيبعثوا ريبورت مع الطفل آآ كل اسبوع او كل اسبوعين. آآ فبيحطهوله في الفايل ده. والفايل ده يعني مقاسه مناسب ان هو يتحطه جوه الشنطة. فده كمان ببتهوله من سمير وعالي. آآ جبت البوتل دي. دي اللي هي آآ تانك. آآ دي بتحفظ المية يعني بتخلي المية بتفضل آآ ساعة فترة طويلة. آآ فانا لقيتها برضو بتتبع في سمير وعالي فآآ جبت هالو. ودي سعرها كان آآ مية وعشرة. مية وعشرة تقريبا او مية وخمسة مش فاكرة. هي آآ هنا فيها اللوك ده علشان ما تسربش. وبعد كده آآ بتتفتح بالضغط. فآآ بنشرب من هنا. او يا اما آآ تتفتح من هنا. الطفل برضو ممكن يشرب من هنا. آآ ودي ساعتها تقريبا ساعة بتاعتها سبتمائة وخمسين ميلي. فحجمها كبير يعني مش هتخلص آآ بسهولة. حاجة جبتها هورها لكم. اللي هي الاستيكرات اللي انا اخدت منها هكتبت له اسمه على الكرسات وكده. آآ ودي اللي انا جبتها لل للأقلام والاساتيك والحاجات دي لان هم برضو طلبين ان اسم الطفل يبقى مكتوب عليها عشان ما تضيعش وما تطلخبطش. لان يوارد جدا ان زميله يبقى يجايبين نفس الحاجة بنفس اللون. فعلشان الاطفال ما يدخنوش ودولا لسه يعاني صغنانين يعني لسه في حضانة. آآ فوارد ان هم يدخنوا او يزعلوا من بعد فهم طلبين ان كل حاجة يبقى عليها الاسم. فجبت له اللي برضو من سامير وعلي. بصوا من ورا. آآ رسمين كده التقسيمة كاملة للاشكال يعني اللي هم عاملينها. فانا جبت اللي هو الشكل ده. ودي كان تقريبا بتلاتة جنيه ونص او حاجة كده وطبعا فيها كتير يعني كزا ورقة. يعني انا اخدت ورقتين تقريبا ولسه باقي تلاتة او اربعة. آآ زي ما قلت لكم آآ عمر بيحب الالوان وبيحب التلوين. فبرضو انا كنت جايباله الالوان دي حبيت توريها لكم. الوان دي الوان آآ شعمة. بس حلوة جدا برضو اللي عجبني فعني هي دخينة. لان انا كنت جايباله الوان شعمة. بس كانت رفيع وتكسرت بسرعة جدا. طبعا مع المسكة بتاعته انه هو بيلون فبتتكسر. آآ فشفت الالوان دي. الالوان دي برضو بقى لها تقريبا يمكن شهرين وزي ما انتم شايفين. يعني تقريبا زي ما هي. يعني حاجات بسيطة جدا اللي هي آآ باين ان السنون بتاعتها آآ باين ان السنون بتاعتها اتكلت شوية. آآ بس كلها جديدة. كل لون موجود منه آآ تلات اقلام او اربع اقلام. يعني كل لون موجود منه اربعة. برضو الماركة اللي هي بتاعت بريمو بس مش فاكرة بصراحة سعرها علشان دي آآ مش انا اللي جبتها له يعني بابا اللي كان معاه وهو اللي جبتها له. ده اللي هو بيتغلف به الكتاب. هو طبعا لسه ما اخدناش الكتب علشان هو لسه ما راحش المدرسة. آآ بس ده غلاف. مكتوب عليه تجليد كتاب ذاتي اللاصق. ده تجليد آآ شفاف. بصوا شكله بيبقى عامل كده. بيتحط على الكتاب. بنغلف به الكتاب والزيادة بندخله جوه الكفر. مش بنحتاج بقى ولا دباسة ولا لازق ولا كل الكلام ده. وطبعا ده علشان الاطفال لوارد جدا انه هما يبلوا الكتب بتاعتهم يعني هما مراجعين مسلا ان تدلق مية على الكتاب او هما رايحين للمدرسة. فالكتاب نفسهم الغلاف بتاعهم هيتبلش. واللي عجبني فيه انه هو شفاف يعني هو هيبقى شايف شكل الكتاب من برا بس مش هيبوز. طبعا في منه اشكال كتير. انا اخترت اللي هو الشكل ده. آآ دولة آآ عشرة. عشر آآ آآ عشر قطع. اهو. مكتوب عليه انه هما عشر قطع. وكان سعرهم آآ تلاتين جنيه. فهو عمر اصلا مش عنده غير كتابين بس السنة دي. آآ فانا قلت مش مشكلة لي عضو السنين اللي جاية. وطبعا حجمهم كبير يعني ينفعوا الكراسة ينفعوا الكتاب. آآ عجبني برضو الكتاب ده ده كتاب تلوين. بس عمر آآ بيحب الالوان جدا وبيحب التلوين جدا. فمجرد ما جبت له الالوان بدأ تلوين على طول. الكتاب ده جبته له من آآ مكتبة الميناء. عندهم كتب تلوين حلوة قوي مناسبة للآآ للاطفال. آآ فاحنا كل شوية بنخلص كتاب بنجيب واحد غيره على طول مش بنستنى يعني. آآ فانا جبت له ده للبيت. طبعا ده مش في المدرسة انا جايبهم للبيت. وآآ جبت له اللي لقيته الكتب بتاعة التربية الاسلامية دي. فعجبتني جدا. لما فتحتهم من جوا. آآ فيها سلوكيات حلوة وفيها تعليم الصلاة وتعليم الوضوء. آآ واركان الاسلام وحاجات كتيرة قوي. واسكار ما قبل النوم. واسكار يعني كل حاجة. وهنا برضو في شوية من الاحاديث واداب السلام. اداب البيت. الكتاب بصراحة حلوة قوي قوي قوي. آآ ده الجزء الاول والجزء التاني. يعني ده التربية الاسلامية. الجزء الاول. وده التربية الاسلامية. الجزء التاني ده شكلهم حلو قوي يعني لو فيه اطفال عندنا في البيت ولسه بيتعلموا الحاجات دي حلوة انه هم يشوفوها مكتوبة. ومرسومة. وبتوصل لهم معلومة آآ بطريقة حلوة قوي. كده يا حلوين ده كان فيديو النهاردة وفيديو سريع عن آآ الاطفال اللي آآ طلبت في المدرسة. آآ وهتمهم كده على باقي الحاجات واقع حطها له في الشنطة بتاعته. آآ وكل سنوته طيبين وسنة سعيدة ويا رب يفرحنا كده بكل اطفالنا وكل اللي عنده آآ طفل رايح للمدرسة يقول لي آآ عملتوا ايه وجبتوا حاجتكم ولا لسه؟ وربنا يعن عليهم وتكون سنة سعيدة يا رب علينا وعليكم. وكل سنة وطيبين واشوفكم في فيديو جديد تاني ورائب جدا مع السلامة.